اشتركوا في القناة فاطمة حديث عن السماء ليس حديثا عن ولادة طفلة في بيت نبوي كريم بقدر ما هو حديث عن إنسانة اختزلت في مرحلة عمرية قصيرة كل صفات الفضيلة الإنسانية الحديث عن فاطمة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بل الحديث عن فاطمة حديث عن الكون ولادة الزهراء عليها السلام كانت جزءا من الحركية الرسالية الإسلامية كانت متمما لمشروع محمد صلى الله عليه وآله فلذلك نرى الحديث عنها حديث يحمل في طياته الآلام والأشجان والأحزان ولادة الزهراء عليها السلام هي ولادة الأمل الذي تنتظره الأمم بأجمعها وأكمله سيدة السماء هي سيدة النساء وحورية السماء أم الآئمة النجبة هي بنت الرسول المختار وكفء علي الكرار هي الزهراء هي سيدة الكون رعتها يد الغيب خطوة فخطوة والبداية من الولادة والنشأة سيدة السماء الروايات والنصوص تقول أن فاطمة عليها السلام نشأت ليس كما نشأت أقرانها من الفتيات نشأتها كانت نشأة سماوية إن الله أرادها أن تكون سيدة الكائنات سيدة نساء العالمين من الأولين والآخيين ونشأتها كما ورد في الأحاديث أنها كانت تكبر في اليوم سنة ولعل الراوي نظر إلى رجاحة العقل عند فاطمة فنشأت بخصوصية عندما تناول النبي صلى الله عليه وآله من ثمار الجنة فنشأة الزهراء عليها السلام كانت نشأة رسالية نشأة عملية نشأة خالية من اللعب خالية من اللهو مملوئة بالفكر مملوئة بالعلم فكانت نشأتها نشأة سماوية نشأة نورانية إنها الحوراء الإنسية سيدة السماء الولادة لم تكن شيئا عادي إذ أنها ولادة من ستغير بدمها وضلعها المكسور مسارات من انحرف فكرا جاذبة له بالقدرة الإلهية إلى جادة الصواب فعلا لم تكن ولادة فلنعرف ماذا كانت سيدة السماء وصرت أؤمن بهذا الحديث بل وأعتقد به حتى وإن سميتم غالية إن آدم عليه السلام حين حمل الأنوار ترك نور فاطمة ولم يحمل كما ورد عن مولانا الصادق صلوات ربي عليه فلما سأل ربه جل وعلا لماذا بقي هذا النور في العرش ولمن هو قال يا آدم إنه نور فاطمة ولي يستطيع حمله أحد إلا محمد أبوها وبقي ذلك النور إنها حدث سماوي حدث تأريخي ولادة النور ولادة السيدة الزهراء عليه السلام هي ولادة للإنسانية بأكملها لما ولدت السيدة فاطمة دخل نورها في بيوتات المدينة أشرق بنورها نفد ذلك النور في تلك البيوت ولادتها كانت ذات خصائص تختلف عن خصائص أي ولادة أخرى لأن فاطمة كما أشار النبي صلى الله عليه وآله حوراء إنسية سيدة السماء اسمها لم يكن وصفة بل كان عينا لصفاتها إذ كان اسما إلهيا عظيما فصفاتها قدسية معانيها عظيمة تعددت كتعدد أسمائها وكناها وألقابها من بعد اسمها القدسي الأعظم الزهراء فاطمة سيدة السماء اسمها فاطمة راضية مرضية طاهرة هذه الأسماء البتولة كلها جاءت من الله تعالى لذلك اسمها مقدس معاني معاني الزهراء معاني كلمة الزهراء أم أبيها هذا كلام هذا لسالة فاطمة الزهراء وكثير من المعاني في أسماءها وفي صفاتها وفي شخصيتها وفي خطابها لذلك لا بد نحن أن نقدس هذا الاسم الاسم الذي أصبح لها مقام عند عرش الله أصبح ذلك الاسم عند الله عظيما نوجه رسالة إلى كل الأمهات وإلى كل الأباء أن يحتموا بتعطير وتنوير هذا الاسم اسم فاطمة في أولادهم وهذا مهم جدا حتى بذكر هذا الاسم تبقى فاطمة حتى تعيش فاطمة في قلوبنا في نفوسنا في عقولنا باسمها المبارك وقال النبي صلى الله عليه وآله إنما سميت فاطمة لأن الله فطم دريتها ومحبيها وشيعتها من النار سيدة السماء وردت جملة من الروايات عن ولادتها المباركة إلا أننا سنكون وإياكم في رواية ذات ثقة عالية سندا ومتنا عن تلك الحادثة العظيمة سيدة السماء في الخبر الذي رواه ابن عباس ومتفق عليه عند جمهور المسلمين أن خديجة عليها السلام لما أخذها الطلق وكانت مقاطعة من قبل نساء قريش لأن قريش أنكرت على رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته والزراء والزراء ولدت بعد خمس سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وآله فكان هناك قطيع بين محمد وزوجته وبين المجتمع القرشي الكافر والمشرك الوثني خديجة وحدها ليس لها معين يقول ابن عباس فلما أخذ خديجة ما يأخذ النساء من الطلق اعتزلت في بيتها وحين سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن خديجة لم تلد لوحدها بل كان معها آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وملائكة هذا الخبر متفق عليه رواه القرطبي ورواه الذهبي ورواه اليعقوب ورواه الطبري ورواه الطبر الإمامي وللمتابعي أن يرجع إلى مصدر هذا الحديث ويستفهم عنه سيدة السماء ما إن بدأت تتقادم سنوات عمرها الشريف حتى أضحت شريكة في الرسالة المحمدية قولا وفعلا كانت يدا للمشروع السماوي المتمثل بالإسلام الولائي الحنيف مرة عبر المواقف ومرة عبر ما أنجبت من أئمة بررة منقذين للبشرية قائمين بالحق والقسطة فضلا عما حازت وجمعت من خصائص وصفات لا تجمع أبدا سيدة السماء لها منفذ في القلوب أي قلوبنا تتنور بنور السيدة فاطمة لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فحينما فعل فعلته العاص ورمى على النبي صلى الله عليه وآله شيئا من القاذورات وهو يصلي في فناء البيت جاءت الزهراء عليها السلام وأبعدت تلك القاذورات وتصدت وحامت عن النبي صلى الله عليه وآله وتوجهت بالدعاء على العاص وعلى الحكم وعلى أبي جهلي وعلى ذلك الجمع من المشركين وكان كلامها الفصل لبين الحق والباطل إذن نستطيع أن نقول أن الزهراء شريكة رسول الله في الرسالة سيدة الكون لذلك يلزم أن نعرف أن هذه السيادة هي جاءت من الله سبحانه وتعالى لعظمتها لمكانتها ولمقامها الرفيع إذا كان رسول الله صاحب مشروع وهدف إنساني نبيل وبان لحضارة المفروض أن تمتد وأن تكون لتلك الحضارة دولة تمثل ريادة العدل الإلهي على وجه الأرض فلابد أن تكون لتلك الحضارة زهراء لابد أن تكون لتلك الحضارة فاطمة التي يخرج منها النسل التي يخرج منها الكوثر التي يخرج منها الخير الكثير التي يكون ولدها هو القائد وهو المصلح وهو المنقذ وهو المخلص الذي تنتظره الأمم جميعها فاطمة ليست كإمرأة عادية كما يقولون أبدا فاطمة هي خلاصة النبوة ليست ابنة تتدلل على أبيها وتطلب من أبيها ما تطلبه الفتيات الأخريات من اللعب واللهو إنها الطاهرة إنها الصديقة إنها فاطمة إنها مصنع الرجال والأبطال إنها أم الحسين تلك السيدة كانت شريكة محمد صلى الله عليه وآله في العمل الرسالي النبي قال فاطمة بضعة مني بضعته النبوية بضعته الأخلاقية بضعته الإنسانية الزهراء عليه السلام جمعت خصائص لم تجمحها سيدة من ذي قبل الزهراء جمعت الصدق فهي صادقة لم تكذب الزهراء عليه السلام جمعت الإيثار فكانت لا ترى لنفسها أية أهمية قبال ذات الله سبحانه وتعالى الزهراء عليه السلام جمعت العصرية مع التواضع تلك السيدة التي تستطيع أن تلبس ما تريد وتأكل ما تريد في ظل أبيها محمد الذي يحكم الحجاز التي تسمى بالمملكة العربية السعودية حديثاً ويحكم اليمن ويحكم الخليج العربي البحرين الإمارات قطر تستطيع بجال ذلك الأب كما قلت أن تأكل ما تشاء وتلبس ما تشاء إلا أن تلك السيدة كانت تطبخ بيدها وكانت تدير رحى طحن الحنطة والشعير بيدها حتى أن آثار ذلك العمل ظهرت على كفها وحين أهديت إليها قلادة من غنائم الحروب دفعت بتلك القلادة إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله ليتصدق بتلك القلادة على فقراء المسلمين أكبر مؤثر بعد النبي صلى الله عليه وكذلك كان علي معها المؤثر هو الزهراء الزهراء عليه السلام جمعت في شخصها تلك الأم التي غذت أولادها معنى الإباء معنى المبدأ معنى أن يكون الولد رجلاً وإن كان طفلاً فلولا الزهراء لما كان الحسين حسينة الزهراء عليه السلام تلك الزوجة التي تقول لزوجها في آخر اللحظات يا أبا الحسن هل صدر مني قصور في يوم من الأيام؟ هل شكوت مني؟ قال اللهم له سيدة السماء هي العظيمة التي رأت أن طريق الله تعالى شاق ومتعب تسامت بروحها وتعالت استعانت بالله تعالى لقضاء شؤون دينها ودنياها أضحت الملائكة لها خدم تناديهم بتسبيحتها المباركة إذ هذه مقتطفات من قصة تسبيحة الزهراء سلام الله عليها سيدة السماء جاءت فاطمة وعلي وطلب منه خادماً لأن فاطمة تعبت وقد مجلت يداها من الرحى فقال النبي صلى الله عليه وآله إني أعلمكم شيئاً خير من الخادم خير من الدنيا والآخرة ألا وهو تسبيح فاطمة سيدة السماء عظيمة الصفات والمعاني بعثت رسائل وعي ولا وعي للأجيال التي تتقادم مفصحة عن صفات أسرارها لا ذات أسرارها إذ كنهها لا يدرك موجهة كلامها للمؤمنين والمسلمين بل للعالم أجمع رجالاً نساءً أطفالاً شباباً كبار سن في كل زمان وفي كل مكان أن قولوا لا إله إلا الله تفلح في الدنيا والآخرة سيدة السماء انظر إلى ذلك البيت المقدس البيت الذي كان يقدسها بيت علي وفاطمة النبي ستة أشهر أو تسعة أشهر ربما أكثر كما ينقله الرواة كان النبي يقف أمام ذلك البيت المقدس يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم رس أهل البيت الله سبحانه وتعالى استودع في فاطمة سر حين جعل فاطمة آصرة تجمع في طياتها أباها فتكون له أماً وتجمع الحسن عليه السلام المصلح الذي يصلح المجتمع الإسلامي ويؤكد على وجود روابط المودة والصلح والخير والحب وتجمع الحسين عليه السلام الذي يتقطع جسده ولا تتقطع إرادته الحسين الذي يجب على كل إنسان أن ينحني لشجاعته لإصراره على مبدأه وتجمع في طياتها ولد الحسين عليه السلام إلى ذلك الفارس الذي تنتظره الأمم ليؤسس تلك الدولة وما علينا إلا أن نقتدي بإنسانيتها وعبادتها وأخلاقها وسيرتها ومنهجيتها الزهراء تبعث رسالة للأجيال تقول لكل مسلمة اليوم بدل أن تملئ حياتك باللهو واللعب كوني شريكة للنبي صلى الله عليه وآله في الدفاع عن الإسلام بدل البحث عن المدبلج بدل البحث عن الفكر الغربي الوقح بدل ملء الحياة بالبهرجة والزينة ونحوها من الأمور تأسي بفاطمة فلتكن قدوتك فاطمة فاطمة ذات الخمس سنين التي تقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في شدته وهو بعده لم يمتلك جيشاً ولم يمتلك دولة ما زال داعياً ما زال يدعو الناس وهو ضعيف مجتمعياً قوي في عقيدته وأمره ورسالته وتبليغه تقف الزهراء عن يمينه ويقف علي عن شماله ليؤسس ذلك المصنع الذي أنتج طف كربلة الزهراء صلى الله عليه كانت تتعامل مع اليهود والمسيح وبعض حتى الكفار كانت تتعامل مع نسائهم بخلق رفيع الزهراء عليها السلام تلك المرأة التي جمعت في شخصيتها الصدق مع الصراحة الشجاع الإثار التضحية الحب الأمانة كل خصائص إنسانية خيرة نجدها في شخصية الزهراء ولا أقول معصومة لأن البعض لا يفقه العصمة بل أقول الزهراء إنسانة جسدت الإنسانية في شخصيتها المباركة وبالتالي على المجتمع أن يلتفت لتلكم الشخصية يقول مولانا الحسن كانت أمي الحسن المجتوى كانت تصلي في ليلة جمعتها في محرابها يقول وهي تدعو للمؤمنين فقال الحسن يا أمه ما لأراك تدعين للناس ولا تدعين لنفسك قالت بني الجار قبل الدار انظر إلى إنسانيتها لا تفكر في دعاء لنفسها تفكر دعاء للآخرين وهذه الإنسانية لابدنا نحن أن نزرعها في أنفسنا الزهراء صلى الله عليه كانت تتعامل مع اليهود والمسيح حتى الكفار كانت تتعامل مع نسائهم بخلق رفيع النظر إلى فاطمة النظر إلى معرفتها إلى كينونيتها إلى محبتها إلى إنسانيتها طريق إلى الجنة طريق إلى الله إذا كانت الحقيقة هي مطابقة الواقع إذا كانت الحقيقة هي معرفة الواقع على حاله فلا أقول إلا أن الزهراء عليه السلام هي حقيقة الطريق إلى الله لابد نحن أن نسجل الموقف الإيجابي الموقف الإنساني الموقف المودة والولاء والمحبة والله يشير إليه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة فقال النبي لما سئل معنى المودة قال أن تودوا قرابتي وصرت أؤمن لماذا أخفى الله قبرها لماذا حرم المسلمون من أن يزوروا قبر فاطمة ويلوذوا به لأن فاطمة هي السر سيدة السماء من بيت القداسة وبعلمها وبفضل الله تعالى عليها وفضلها عنده أضحت الطريق إليه تقود جيلاً مؤمناً في قوس السعود إلى ساحة القدس عبر خلق الرفيع عملت به القاصي والداني والمؤالف والمخالف أضافت به مسؤولية على عاتق عشاقها في ضرورة اتخاذ الموقف الإنساني الولائي المناسب والذي يحمل معه رموزاً لحل سره حرمان العاشقين من قبرها الشريف سيدة السماء توجه إليها الاستعمار وسخر لها الاستكبار كل ما يملك من طاقات لتخميد ثوريتها أكرر لتخميد ثوريتها لماذا؟ لأن فاطمة عليها السلام تمثل صرخة وهي أول صرخة استجابت للائية محمد صلى الله عليه وآله كان الناس يعتقدون أن الدين الإسلام الإنساني لن يستطيع أحد إلا أن يؤمن به إلا أن فاطمة عليها السلام أثبتت أن هناك من يستطيع ألا يؤمن ويستأمن ألا يسلم ويتأسلم أول من فضحت تأسلم هي صرخة فاطمة لا أستغرب إذا حولها الاستعمار اليوم إلى امرأة لا تعرف إلا العويل ولا تعرف إلا البكاء من أجل قطعة أرض لا أستغرب لا أستغرب إذا حول البعض فاطمة إلى محور لطرح الطائفية والتهجم على الآخرين وإضاح الاحتراب وإيجاد الاحتراب داخل المعسكر الإسلامي لا أستغرب لا أستغرب إذا خفتت كل الأصوات التي تريد أن تجعل من فاطمة عليها السلام من برا للوحدة بل ولا يريد المجتمع أن يسمع لها لا أستغرب وهي رحمة تترحم تسأل من الله الشفقة والرحمة لخلق الله لشيعتها لمحبيها فيلزم علينا نحن أن نجللها ونعظمها ونجعلها القدوة لنا اليوم المجتمع الإنساني يعاني مشاكل في كل مرفق من مرافق حياته لأنه اترك فاطمة لأنه أدار ظهره لفاطمة اليوم نحن حين نتحدث عن ظلامة كل معصوم لا نتحرج كما حين نتحدث عن ظلامة فاطمة مصدر تحرجنا ومصدر حرجنا أن المجتمع لا يريد أن يسمع السيدة فاطمة لها تلك المكانة والمكانة يبينها الإمام الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارة القرون الأولى إذا كان الإمام الصادق عليه السلام يقول إن القرون الأولى دارت على معرفة السيدة الزهراء عليه السلام فبالتالي حجم تلك السيدة الله عز وجل وحده يعلم به لا نعرف منها إلا ما توجده أو توفره لنا أذهاننا وعقولنا فأحاكي ما يستطيع مجتمع الشباب ومجتمع الفتيات أن يتعرف عليه ولذا نحن نقول أيضا للمجتمع مارس حريتك لا تسمع أنت الخاسر لكن تذكر حين يظهر ولدها وحين تظهر معالم الثورة والدولة إن كنت تشهدها ستندم أشد الندم لأنك لم تسمع لأجل فاطمة الله يريد أن ينقذ محبيها ينقذ الناس من نار جهنم بوجود فاطمة بمحبتها بشفقتها بعظمتها بإنسانيتها بتقواها وبديانتها نحن أن نجعل السيدة فاطمة بولادتها مدرسة إلهية مدرسة سماوية أن نتعلم منها بهذا النور اليوم أهمية فاطمة عند الإنسان أن يلتفت لظلامتها أهمية فاطمة عند الإنسان أن يُزغي الإنسان إلى تلك السيدة التي وقفت وقالت لا أستطيع أن أسلم ميراث أبي محمد إلى أحد لا يفقه منه إلا قشرة وصطحة لبوث ميراث أبي ودين أبي تجدوه عند علي في نهجه إذا سمع المجتمع الإنساني لتلك الصرخة سيكون أو ستكون بارقة الأمل واضحة في الأفق وحينها نتباشر أن الإنسان عاد إلى إنسانيته الزهراء هي فوق التنمية وأقول للشباب لو يرون أو لو يقرؤون كلمات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأنا أقول للمدربين التنمية بالذات يستخرجون خطاب من خطب الزهراء هذا الخطاب يتمع أنوم به أتصور مو أتصور بل متأكد بأنه يستخرج عدة دورات وعدة جلسات وعدة اجتماعات تنموية بل أنا متأكد أن يكون مبدع الإنسان في خطاب من خطابة الزهراء خطبة من خطاب الزهراء صلوات الله عليها بس مارد أنا مارد أروح في المحور داني خطبة خطبة مدرب تنمية يريد أن يكون مدرب ناجح يأخذ خطبة كلمة كلمة سيدة السماء هي ثورة وصدى لثورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فإصال بين المسلم والمتلبس بالإسلام رحمة للناس كأبيها وحل للمشاكل التي أثقلت كاهل من امترك نهجها وغدا يأتي الندم من من لم يسمع لصوت السماء صوت فاطمة الزهراء إذ هي رحمة الله وباب رحمته إذ تجلت أهميتها في مكانتها عند الله تعالى وطاحتها خير طارة سيدة السماء أنا أهنئ الحب الذي خلقته الزهراء وتخلق الحب فيما بيننا أقول شكرا يا رسول الله أنك أنجبت فاطمة وشكرا لك يا أمير المؤمنين أنك أنجبت لنا من فاطمة حسنا وحسين وشكرا لك يا أبا عبد الله أن تأسيت بأمك الزهراء فوقفت يوم كربلة تجسد ملحمة الزهراء التي لم تخدمها الظروف لتجسدها وإلا لكانت الطف المدينة وأنت جسدتها يوم كربلة فالزهراء كانت تقاتل بسيفك وأقول شكرا لك أيها المشتبة فلولا وعيك الفاطمي لما صرنا اليوم رجالا قادرين على أن نقف ونقول كلمة الإسلام ونتصدى وندافع عن الإسلام وشكرا لك يا زين العباد أنك أوصلت لنا دعاء فاطمة وشكرا لك أيها الباقر أنك أوصلت لنا علم فاطمة وشكرا لك أيها الصادق أنك أوصلت لنا رواية فاطمة وشكرا لك أيها الكاظم أنك أوصلت لنا صمود فاطمة وشكرا لك أيها الرضا أنك أوصلت لنا وعي فاطمة الذاتي وشكرا لك أيها الجوات أنك أوصلت لنا هدى فاطمة وشكرا لك أيها الهادي أنك أوصلت لنا تقى فاطمة وشكرا لك أيها العسكري أنك أوصلت لنا نقاوة فاطمة وشكرا لك أيها المهدي يا صاحب العصر والزمان أنك ترعانا بدعائك الفاطم ورعايتك الفاطمية وننتظر قيام دولة فاطمة التي هي دولة محمد والتي هي دولة الإسلام وبالتالي فهي دولة الله فدولة الله فاطمة الزهراء بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه ومحمد يقول أنا وعلي أبواه هذه الأمة من الأم؟ أم أبيها سيدة السماء هي النعمة الفضل من رب السماء رب الآخرة والدنيا وعلى ولادتها يجب الشكر للباري ولمن كانوا منها وكانت منهم فالشكر للباري ولمحمد وآله أولا وأخيرا على نعمة اسمها فاطمة الزهراء سيدة السماء سيدة السماء سيدة السماء سيدة السماء سيدة السماء سيدة السماء شكرا